احنا اليوم راح نتكلم عن اللي هو الباست انريد حتى نسوي شوية مراجعة للمواضيع اللي اخذناها قبل احنا اخذنا الجملة الشرطية الاولى النوع الاول وقلنا بالنوع الاول دائما يكون عندي مضارع بمستقبل حلو بعدين اخذنا نوعية رقم اثنين وقلنا بالنوعية رقم اثنين يكون عندي دائما جملة الماضي والود وجماعتها حلو هاي النوعية الثانية الان راح ناخذ نوع الثالث the type 3 وطبعا بالنوع الثالث اللي هو عندي الف اكلوز اما هاي الف اكلوز شنه هي ايضا لها زمن محدد طبعا هاي الف الشرطية راح تربط لي هاي الازمنة ولازم اركز لي على هاي الازمنة اركز على هاي الازمنة النوعيات هي مثل ما احنا نشوفها امامنا الف الشرطية اللي هي وراها past perfect ماضي تام او ماضي تام مستمر او ماضي تام بزمن المهم راح يكون عندي ماضي تام طيب مي شوني يعني ماضي تام يعني فاعل زائدا هاد زائد تصريف ثالث للفعل او هاد زائدا بين زائد فعل v ing انا هاي الملاحظة اذا قدرتها وارجع النوب اعيدها يعني ما يحتاج النوب اضلت كل فترة اعيد من اقول يعني لما يكون عندي فعل مستمر لازم احط له جماعة المستمر يعني هاي ثابتة لما يكون عندي بالماضي راح نستخدم الفعل الناقص وواردتها وراء هاذ وراء وإلى آخره هاذ الملاحظة لاغبناها خلينا نعيد من الصفر هو كأنه ولا شرحين ابدا الآن عندي past perfect اللي هو زمن الماضي تام وهو مثلا هاي هاد بلايد هاي ماضي تام طيب شنو يعني ماضي تام مستمر I had I had been playing I had been playing I had been playing بالمبني للمجهول يعني المبني للمجهول يعني مثلا اقول I had been played football مثلا أو I had played football بالمبني للمجهول راح تصير مثلا الجملة The football The football The football راح تصير عندك هنا ال had و been وتصريب ثارث للفعل had been played football had been played حنا راح ناخذ أمثلة واسحنا بس جدا نشرح عنها طيب زين والجملة الثانية هو منطينا هاي أمثلة يعني حتى منطينا هاي أمثلة حتى قال لي if had been told هاي جملة ماضة الولى تيجيني وراء الف طيب الكملة الثانية وراء الف اللي هي وراء الفارزة اذن ill pelلمع الصفر الفوق اللي بالاصفر الفوق هذة ILLE آنك خلي له بلون اسفر هاي جملة اولا اللي راح تجي وراء الف اللي راح تجي وراء الفF الشرطية intentar Im وراه هاي هذن العزمنة اللى يجن وهان العمثلة قدامنا طيب الجملة الثانية ورا الاف شين اللي راح تجيني راح تجيني ودو كدو شدو مايت ووراهم هاف ووراهم تصريب ثالثة الفعل وهاي امثلة عليهم يعني انا انا انصح هاي القاعدة تنحفظ هي وامثلتها على مود نذكرها لا ننسى استخدام الحالة الثالثة يعني حدث غير حقيقي حدث غير حقيقي عكس ما بالواقع اخي شي ما موجود يقول لو جون دارس لكان قد نجح في الاختبار لو ان جون درس لكان قد نجح في الاختبار او قد عبر الامتحان اذا لاحظ هنا عندي ورا الاف ماضي تام هاد استديز ورا الجملة الثانية ورا الفارزة هالكوم اللي خلناها استخدمنا ودو هاف وتصريب ثالث ودو هاف وتصريب ثالث مثل ما اللحظ امامنا يقول بعض الاحيان الاف نقدر نحذفها وهي الملاحظة اصلا ذاكرينها قبل زين شلون اعرف لعد هاي اف من المعنى يا اخي من المعنى جدا والحص صدقني هاد اي ناون يو وانتد تتاك يا اخي حتى لا انت ما عرفتها هاي من المعنى مبينه شون مبينه اصلا عندي هاد وتصريب ثالث للفعل هذا ماضي تام حلو وبالجملة الثانية مستخدم لي ودو هاف وتصريب ثالث اذا هاي اف هنا موجودة فراح اكتب اف يعني هو اصلا الجملة اللي منطينيها حسب هاي القاعدة اللي مكتوبة هنا منطيني اذا هاد ستديز ومحاطة لأي ودها فر طيب بما ان موجودات ذن ركني يعني موجودات عندي يعني الجملة الرئيسية والجملة المساندة طالما عندي ذن الجملتين فأكيد انا عندي اف من خلال السياء من خلال الجملة بدون حتى معنى لو حتى لو ما نعرف معنى لو حتى لو معنى صفر يا اخي نقدر ميزه هاد اي ناون يو وانت تتاك وذها اي وانت هاف تولد يستردي وحتى في حالة المبنى للمجهول اذا كانت ميزه اي وانت تتاك اي وانت تتاك اي وانت تتاك توفل الى السياء انا عند الاف ورا الاف عندي ماضي ورا ورا عندي فارزة وبجملة ثانية كدو هاف وتصريف ثالث للفعل كدو هاف وتصريف ثالث للفعل انا صراحة برأي شخصي اشوف هيتش تمارين يعني لما نيقول لك املأ الفراغ صراحة اشوف هيتش تمارين جدا مهم يعني ممكن الاستاذ يجيبهم خصوصا انه يعني يعني بيهم فالفكرة انه واحد يقدر يكتب من عنده وبالاضافة الى انه يعني يعني اللي ما فهم الازمة لذن الاشياء ما رح يقدر يجعب طيب هسا انا واحد يسأل يقول زين استاذ انا بهتش اشياء رح اخربط شو رح تخربط لانه يقول لك انا عندي ثلاث حالات للف صح احنا عندنا ثلاث حالات للف ولكن لا ننسى انا كل حالة الها زمن فاني فاني bat had arrived اذا هاي عندي ماضي تام اذا هاي الحالة الثالثة فراح اخلي ودوها وتصريب ثالث للفعل فيعني صحيح واحد ممكن يتساءل ولكن تنظر للجملة وتشوف عندك ماضي تام وإحنا عندنا الماضي تام اللي هي الحالة الثالثة اللي هي الحالة الثالثة لان هذن ثابتات اللي ييجي ورا الاف دائما ماضي تام هاي قاعدة اللي هيجي شوف السهنة عنده بالبداية بالوسط صايرة يقول هنا شي مثلا عندنا هي she would not have passed the bus she would not she would not have passed the bus يقول هي ما راح ضيع الباس if احنا ذكرنا ان الاف دائما يجيني وراها ماضي تام فلذلك راح اقول if she arrived she had arrived if she had arrived on time لو انها واصلة في الوقت المناسب كان مضيعة الباس هيك معناها الان ناخب مثلا عندنا جملة جملة لترقم عشرة if bat الاف هنا طبعا لا تشرط البات هو الفاعل الهاد ناون هاي الماض التام طيب هاي جملة الاولى ما لتنتهت الجملة الثانية يقول if bat had known the day was going to turn out so badly يقول بات لو يعرف هو بهذا اليوم راح يكون حزين اقول 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 على سبيل المثال bat would not would not خلي الهابات would not ورا الودة خلي have وتصريف with not have gone to the market طبعا كلمة سوق موجودة بالانجليزي وبالعربي نفس الكلمة suq مهم معناها زوق ومعناها عربي اذا انا بالجملة الاولى عندي ماضي تم هاد now بالجملة الثانية استخدمت الود والهاب والتصريف الثالث للفعل هذا التمرين كلش مهم هوية هوية تجي تمارين يعني من هيت فكرة على هيت فكرة يقول هنا write an explanation of the meaning of each sentence يريد هنا توضيح يقول if he has time he will meet you هنا الان عندي هاي الجمل هاي الجمل طبعا هو يعني منطيه بالمضارع بالمضارع وبالماضي وبالآخر خلينا اشرح فتشغلة مهمة كلش اريد اشرح فتنوقت كلش مهمة يا اخوان اكو سالفة لازم تعرفون بيها الان احنا باللغة الانجليزية عدنا ازمنة باللغة الانجليزية اكو اختلاف بين اللغة العربية واللغة الانجليزية اختلافات كبيرة جدا مثلا ان اللغة العربية تحتوي على مثنة بينما اللغة الانجليزية ما بيها مثنة على سبيل المثال ما بيها مثنة اللغة الانجليزية النث السالم بصيغتين مثل المهندسون ومهندسين بينما هذا الشيء ما موجود باللغة الإنجليزية وهذه اختلافات كبيرة جدا بين اللغتين العربية والإنجليزية طيب الآن اختلاف آخر على مستوى السنتاكس على مستوى المينينج اللغة الإنجليزية تحتوي على أزمنه مضارع بسيط مضارع تام أما اللغة العربية لا تحتوي على أزمنه وأخرى أن الأزمنة لها معنى معقولة نعم الأزمنة لها معاني يعني الزمن يكون لها معنى اللغة العربية ما بها هذا الشيء اللغة العربية ما موجود بها هذا الشيء يعني أنا على سبيل المثال من أستخدم جملة بزمن المضارع البسيط راح تنطيني معنى معين ومن أستخدم جملة بزمن المضارع المستمر راح تنطيني معنى آخر مع العلم هي نفس الكلمة ونفس الجملة ونفس الفعل ومن أستخدم جملة بنفس الجملة نفس الجملة نفسها بالضبط بس استخدمها هوية المضارعة التام راح تنطيني معنى آخر معقولة نعم معقولة على سبيل المثال جملة خارج هذا النطاق راح نطين أكيد أنتم سامعين بها هاي الجملة الجملة دائما أنا شرحها لطلاب الترجمة يقول هاي الجملة بهاي الجملة he always or she always complain about she always or she always complain أو مثلا لا يقول ليلة always come late تأتي ليلة دائما متأخرة ليلة comes always late تأتي ليلة دائما متأخرة ليلة تأتي دائما متأخرة وتأتي ليلة دائما متأخرة ليلة comes always late هاي الجملة مضارع بسيط هاي الجملة عادية حدث عام بشكل عام معناه أنه ليلة دائما متأخرة نفس الجملة بالضبط بس راح يسويها مضارع مستمر ليلة is always coming late ليلة is always coming late معناها هنا معناها هنا بهاي الجملة قالت المديرة مثلا أو أي شخص أن قالت وهي تشكو وهي تشكو أن ليلة تأتي دائما متأخرة بالجملة الثانية صارت بمعنى الشكوة طيب أنا حتى من ترجمتها للعربي ضفت كلمة تشكو زي ليش ضفت كلمة تشكو أنا شون السبب شون اللي خلاني أضيف كلمة تشكو حتى أسوي equivalence حتى أحقق التكافؤ بين اللغتين باللغة العربية والإنجليزية لأن كلمة always من أستخدمها بزمن المضارع التام راح أتدل بمعنى الشكوة والتذمر لذلك أنا قلت تشكو ضفت مني عندي كلمة تشكو وهذا هو الصح لذلك اللغة الإنجليزية دائما ما تحتوي على اللغة الإنجليزية دائما على ما تحتوي المعاني يحتوي على الأزمنة تحتوي على معاني فعلى سبيل المثال يقول إذا عنده وقت راح يلتق بك هذه الجملة مضارع ولازم نعرف أن المضارع دائما يرتبط بالأحداث الحقيقية والممكنة الحدوث راح يلتق بك إذا هذا حدث ممكن يصير لا أقل ليش لأنه مضارع إذا كان لديه وقت إذا كان لديه وقت هذا مضارع ومستقبل إذا الحدث ممكن يصير وممكن ما يصير أما الحدث بالماضي خصوصا ويا جماعة الكود إذا كان لديه وقت يمكنك معك أنا أسفة لا يوجد أي وقت لذلك يمكنك معك إذا هنا ما راح يلتق به نفس الجملة بالضبط بس غيرت الزمن مالتها تغير المعنى بس غيرت الزمن مالتها تغير المعنى If he had time he could meet you نفس الجملة باوع لي If he had had time سويتها بالماضي a term But he didn't have any free time so he could not meet with you الآن بالجملة الأولى يقول والله أنا صراحة ما أعرف ممكن يلتقي بك وممكن ما يلتقي بك يعني أكو احتمالية الجملة الثانية I am sorry أنا آسف He does not have any time والله هو ما عنده صراحة وقت كافي حتى يقدر يزورك يعني ممكن هو خلينا نقول يعني بالجملة الأولى يعني الشخص متزم بعمل وقل له أنا ما أقدر أجيك عندي بس فقط فراغ الجمعة وبالجمعة أنا أكون يعني مام يعني مو فاضي فلذلك أنا ما ما أعرف إذا ألتقي بك أو لا حسب أشوف وضعي يعني هذه الجملة الأولى بالجملة الثانية لا هذا شخص مسافر ممكن غير بلد فصعب تلتقي بك من ذلك قال إذا ألتقي بك فهي لا يمكن معي الجملة الثانية الثالثة هذا الشخص الذي تري تلتقي بك ممكن يكون ميت أو مزيون يعني يعني إنسا أن تلتقي بك خلاص مستحيد فشوف الزمن يغير المعنى الزمن شوف شلون يغير المعنى أنه بجملة الأولى يعني هذه الحالة الأولى اللي بيها مضارع بمستقبل هاي لذلك هاي الكليش هنصح تحفظوه لأن ممكن يجي ما هو الفرق ما بين الجملتين وهذا الجواب رح يكون هاي مثلا إذا لدي الوقت لا يمكن التعرف معك أنا مرح لا لدي الوقت لا يمكن التعرف يعني هذه الجمل تنحفظ حفظ حتى لو جاء بنا غير ذلك الجمل راح نقدر نجاوب وان إن شاء الله راح نعلمكم بالأوقات بالمحاضرات الجاية طيب الآن هو يقول اكتب التوضيح إذا أرى رائعك سأخبر لك سأخبر 6 سودان هاي الجملة مضارع بمستقبل لذلك راح أقول راح أكتب بها الجملة إذا رائعك 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 سأخبر و رائعك سأخبر يعني سوف يخبره وربما قد لا يخبره أنا لستم متأكد نفس الجملة هاي نفس الجملة بس أهاد آي ناون آي ود هاي نا بها هاي جملة راح أقول فهي جملة بات هاي ون ناو باي فور هاي هو لن يشتري له هاي ناون يو يعني آني آني ما أصلا يعني الحدث مرح يصير حدث مرح يصير أبد يقول بات هاي didn't have any time أقول بات هاي didn't نفس الجملة هاي بس راح غير بيا الفعل but he didn't طبعا نفس هاي الجملة مالتي يعني حتى سهل لكم الأمر خلي ننطق شغلات اللي راح تغير ون الفعل وتغير الفعل يعني الفعل وتغير الفعل بس هاي شغلات بات آي didn't no آي لانا عندي هاي اصار عندي لذلك اكتب سو نفس هالجملة سو آي كود نات آي كود نات آي كود نات باي ات فور يو يعني راح اختار الفعل نفس هاي الجملة هلين نعيد ها مرة ثانية نفس هاي الجملة اللي عندي هاي نفس ها بالضبط بس راح اغير بها الفاعل والأفعال بس الفاعل والفعل بس هاي عندي هاي راح اخت آي لان عندي اي فان عندي اي مثلا عندي اي مثلا عندي الفاعل ذي راح اختار ذي طبعا حسب الزمن حسب الزمن اللي عندي آني مثلا اختار عندي الشي نفس حال صراحة هذا التمرين جدا مهم جدا مهم طريقة الحل مالت يعني اذا تحبون تكتبون ولاحظ بالحالة يعني اذا اجتني مضارع بمستقبل اكتب بها الكليشة بس اغير بها الفاعل والفعل اذا اجتني هاي الكليشة الزمن اللي هو ماضي تام بكد ووراها فعل مجرد اللي هي نوعية ثانية جملة نوع من الثالث راح اكتب لأي هاي الكليشة واغير بها بس الفعل ولا تنس ستكتب I am sorry بالبداية I am sorry بالبداية ضروري جدا نكتب لأن هاي نوعية الثانية بها شوية اعتذار ويعني انا اسف يعني هيتش نوعية الثالثة بدون I am sorry حدث مستحيل يصير اذا اجتنا النوعية الثالثة اللي هي الهاد طيب شون اعرف هنوعية اولة وثانية وثالثة من الزمن ما للجملة هساني بالجملة الاولى عندي مضارع بمستقبل هاي نوعية الاولى النوع الثاني اللي هو عندي هاد الماضي بسيط وعندي كد وتصريف ثالث اما نوعية الثالثة لا عندي ماضي تام يعني هاد وتصريف الثالث وعندي كد وهذا تصريف الثالث للفعل شوف الفرق هنا شوف هنا عندك كد وفعل مجرد بينما هنا عندك كد وهذا تصريف ثالث للفعل كد وتصريف ثالث للفعل هنا هسا حاليا بها الجملة هاي الجملة شمسا ويقول هذا التمرين الآخر يقول I didn't hear the phone so I did not answer it if I had if I had heard it I would have answer it طبعا هنا هو مستخدم لياهن بالماضي فأنا مو معقولة أجي أستخدم بالماضي يعني أنا عندي هنا If I did not فراح أقول If I had heard it أنا لو سمعتها I would have answered كان جوابت يعني راح أستخدم الف وأستخدم يعني القاعدة طبعا إحنا هنا بهذا التمرين كليتها راح نستخدم راح نستخدم حسب المعنى مالة الجملة فمثلا I don't know your number so I can't give it to you If I know her number I would give it to you أنا جملت هنا الثنين آت الماضي الثنين آت الماضي إذن الحدث ما راح يصير لذلك استخدمت النوعية الثالثة اللي هي مستحيل يصير بها الحدث الآن أنا عندي مضارع كنت هذا الحدث يعني اللي هو النوعية الثانية فراح اقول If I know her number I would give it to you يعني يعني ريد نكتب إذا هاي نكتبها ملاحظة إذا كانت الجملتين ملاحظة إذا كان في الجملتين ماضي يعني عندي جملتين اثنين ماضي إذا كان في الجملتين ماضي نستخدم نوعية الثالثة نوعية الثالثة من الف اللي هي الف هاد يعني ماضي تام بتصريف تالث ودو هاد بتصريف تالث تالث هاي ملاحظة مهنة أما إذا كان عندي مضارع مضارع بمستقبل فراح أستخدم النوعية الأولى مضارع بمستقبل فراح أستخدم النوعية الأولى النوع الأول من الف اللي هو مضارع بمستقبل يعني هو نفس أصلا هو مضارع بمستقبل راح أستخدم أنا مضارع بمستقبل يعني حسب الزمن وإذا أجاني فعل ناقص في الجملة مثل كنت فراح أستخدم النوعية الثانية فراح نستخدم النوعية الثانية اللي هي جماعة الود والقيبوتر إذا أنكم لاحظوا رقم ثلاثة إذا كان هناك عندي فعل ناقص اللي هو الكنت وجماعته أعيد هنا مرة أخرى على مودي تكون الواضحات إذا كان عندي اثنينات هنا ماضي يعني هذا الحدث ما راح يصير مستحيل لذلك راح أستخدم النوعية الثالثة إذا كان لقد سمعتها سأعرفها إذا كان عندي كونت فعل ناقص فراح أستخدم النوعية الثانية إذا كنت تعلمها اللي هو الماضي البسيط سأعرفها لك أما إذا كان عندي مضارع بسيط الثانية شون عرفت مضارع لأن قيلي لا يعني هذا ليس ماضي مضارع والول فهي نفسة راح أستخدم المضارع بأنها نفسة يعني هي مضارع هي وصلة نفس الجملة مضارع عمار طيب الآن أجعل هذا التمرين هذا التمرين مهم هي يريدنا يعني نستخدم F نعيد سياغة الجملة باستخدام F أهنا عندي ددنت بددنت هيا ماضي بماضي إذن راح أستخدم اللي هي النوعية رقم ثلاثة إذن راح يصير الحل If I hadn't If I hadn't taken a vacation I I would not have had enough money هذا يعني راح أستخدم هاف هاد يعني الهاف الوحدة الأولى مال الفعل المجرد والهاف الثانية الهاد مال مال القاعدة يعني أنا عندي اثنين وحده مال القاعدة مال الهاف وحده مال التصريف الثافي اللي هو الهاف هنا راح أسويه هاد إذن راح أسوأ الثم